يا دي يا جماعة جات لي من كذا زوجة أو أنا صيغتها من كذا زوجة بتسألني أنا ما بغضب أمة محمد بتسمع صوتي وأنا بصوت على العيال وبسرخ وبدي عليهم أنا ما كنتش كده قبل الجواز أنا إيه اللي حصل لي؟ أنا إيه اللي جرى معايا؟ أنا عملت الحتة دي بالذات في الفقرة دي عشان نوضح كيف تغضبين بأنوسة طيب ما هي الأنوسة؟ الأنوسة هي الرقة والرحمة تمام؟ واللين طيب هنوضح كذا مفهوم للأنوسة كده ونعرف ما هي الأنوسة زي ما أنا قلت لسه أيلة دلوقتي بس هدي باللي أنا قلته ده أمثلة بس عايز أدخل في حتة الأول الأنوسة أول ما بتجي بالنا بنفتكر الراحلة هندروستوم ومارلين مونورو مش دي الأنوسة الحقيقة مش دي الأنوسة الأنوسة باختصار شديد هي الرقة ونموذج بتاعة الديفا الديفا اللي هو مارلين مونرو وهندروستوم ده النموذج المتطرف للأنوسة فالشخصية اللي بالشكل ده بتجذب نوع معين من الجنس الآخر وحضراتكوا طبعا فاهمين عايزة أقول إيه تمام كده؟ فمش دي الأنوسة أصلا الأنوسة في الحتة دي اسمها الأنوسة الغريزة وإحنا طبعا إحنا في المجتمعات بتاعتنا العربية لازم الأنوسة ما تبقاش الغريزة إلا في البيت يعني البنت مطلوب منها تبقى الأنوسة الفضيلة اللي هي التعامل مع الناس في الشارع ما تبقاش بالغريزة يعني ما تبقاش يعني إيه في ميوعة في كده تبقى آه رقيقة وكل حاجة ولكن ساعة الجد رجل طيب طيب ما هي مراحل الأنوسة؟ الأنوسة إحنا هنشبهها بالرمانة في الأنسة الرمانة بتبقى كاملة من بره ومن جوه شرتها جميلة جدا من بره ومن جوه كمان يعني مليانة من جوه ومن بره أونوسة من جوه عندها هويات صحبة فكر صحبة منطق من بره زي الأمر أو حلوة أو مقبولة الشكل في الأنسة القشرة بتكون أمر جدا من بره ومن جوه إنسانة فاضية جدا ويمل منها الطرف الآخر ودايما هذه الأنسة بيبقى الناس اللي حواليها من الزكور لأن بتقول إن البنات بدير منها طيب النوع الثالث من الأنوسة اللي هو حبات الرمان نفسها يعني دي أول حاجة الرمانة الكاملة بعدين قشرة الرمانة وبعدين الحبيات بتاعت الرمانة نفسها الحبات الرمانة دي بتكون فاضية من بره ومن جوه ما عندهاش حاجة بالضبط في حياتها تعملها فما عنده مفتقدة للأنوسة داخليا وخارجيا إذن الأنوسة قوة طيب بالنسبة للأنوسة بقى السادة الرقيقة ماشي؟ الرجل الرجل ينفر من المرأة التي تغضب بينفر ويعني ويستهجن كده إيه اللي حصل ده؟ طيب الرحمة عكسها القصوى ما تيجي تقصوا على الأولاد وتأم زعاقة وتدعي عليهم ولو هو اتكلم هو كمان هياخد له شوية من النصيب يعني بتاع الأولاد والكلام ده فطبعا ده غلط جدا 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 هنوضح إزاي دلوقتي طيب النوع الثالث أو اللي هو اللي يعني احنا قلنا الرحمة والرقة وفيه كمان عندنا إن إزاي هي تغضب بأدب بأنوستها الأنوسة قمة القوة الأنوسة هي الضعف أنا هسمع ناس بصوا جماعة محدش يشتم الكلام ده لسيدات اللي هتقول لي السيدة لازم تبقى قوية أنا أوضح تبقى قوية إمتى مع الرجل وزوجها تحديدا وإمتى تبقى ضعيفة أوكي؟ محدش يشتم أنا مش جاية تبقى أنا جاية لمصلحتكم خلاص كده؟ طيب الضعف الأنوسة هي الضعف طيب واحدة ستة كلمتني مرة من ضمن المواقف والمشاكل اليومية بتكلمني بتقول لي أنا ببص على موبايل جوزي لقيت فيه سور إباحية أتصرف معي إزاي؟ أطلب الطلاق على طول كده ستة معنداش يعني معنداش حل عايزة تتطلق على طول قلتلها يا ستة الكل سبري دلوقتي؟ دلوقتي حضرتك أتاخد السور دي واجهي جوزك وكل حاجة بس وانت بتعياتي قالتلي وأنا بعيات إزاي؟ ده المفروض ما يعملش كده المفروض إنسان محترم والمفروض قلتلها روحي وعياتي له إن أنت إنسان محترم وإنت بتاع ربنا إزاي السور دي تبقى عندك ووتي صوتك وإنت بتحكيه وعياتي وعياتي في الكلام فراحة نفزت الكلام ده الراجل راح معيات معاها ومسح السور قال لها يعني كويس إن ربنا جعل زوجها صالحة تفكرني وتذكرني باللي حصل ده إذن يا جماعة طبعا من زكاء الأنثة الفضيع يعني اللي إحنا هنتكلم عليه ما يغلب عناد الرجل هو دموع المرأة أنا بتكلم عن الرجل الكامل الرجولة تكلمش على الزكر فالراجل نفسه عنيد بطبعه لما الست تعند أصاده الدنيا هتولع الدنيا هيطلبه الموطف يتحل المشكلة مش عايزين استشارات زوجية لا هتبقى أخناقات خلاص كده فدايما عناد الرجل بيطفق بيضموع المرأة لو أنت عايزة حاجة خليكي ضعيفة معي طب إمتى تكوني قوية مع زوجك إمتى تكوني قوية أو لا كده طيب أول حاجة خالص أول حاجة لو ليكي حقوق متفق عليها بتزوري مامتك بشكل يعني منتظم عندك شغلك طيب كل ده جي مرة يقولك لا ما فيش زيارة لمامتك تسيبي شغلك في حقوق ليكي متفق عليها معاه يعني عارف قبل ما يتجوزك أنت الحاجات دي أنتم متفقيني أن هي هتمشي بعد الجواز مثلا سيبي شغلك مثلا خديلي قرد وأنا محتاج فلوس والكلام ده قولي لا وهنا لا يعني لا خليكي قوية معاه في حقوق في حقوق في أمور رئيسية أما الضعف في أمور سنوية هيخرجك أنت والولاد ودي رحم غير رأيه لسبب ما محدش عارف إلا أسباب هيخرج مع صاحبه هيخرج يروح لمامته يعني فيه ظروف حصلت نتيجة لشغله أوكي بنتقبل وتقولي له استمتع بوقتك وتفضل ونعوضها مرة تانية كوني عقلة دي أمور سنوية ما تعمليش خناقات على حاجاتها بلى خلاص كده طيب أما القوة زي ما أنا لسه قيلة من شوية خلاص كده خلاص طيب عندنا إيه تاني عندما تغضب المرأة تفقد فيه حاجة هنا نسب عشان بس أقولهي لك بسرعة عندما تغضب المرأة آه يذهب ربع جمالها وثلث أنوستها يعني ربع الجمال بيروح وثلث الأنوست الحقيقة الرجل يحس إنه إيه طيب هتغضب الزي تاني بالطريقة اللي إحنا بنتكلم عليها لو إنتي غضبت المرأة دي أولا يا جماعة الستة أصلاً اتخلقت عشان تبقى هانم تغضب ليه فيه حاجة مزعلاكي فيه حاجة خنقاكي سيبي المكان وامشي يعني تبقى قاعدة معاه وفيه خناقة أو فيه حاجة ما تغضبيش اهربي امشي ادخلي القوضة يعني غيري وضعيتك ده الكلام ده اللي قالينا عليه سيدنا محمد في حالة الغضب اعمليه إنتي فيه حاجة مضيقاكي سبحي يعني ما تعوديش إيه مركزة في كل كلمة عشان إيه هتطلعي زلط هتطلعي ايه هتطلعي كلام انت مش عايزة تقوليه ممكن تعدي من واحد لحد ما اي رقم لحد ما توصل النكهديتي بتسمعي عادي يعني ممكن تسبحي ممكن تعدي من واحد لعشرين مثلا لحد ما تهدي عموما مش رقم ثابت من واحد لعشرين لا من واحد لتلاتين واحد لاربعين لما تحس النكهديتي خالص يعني اغضبي اغضبي بشكل أريستكرا بشكل كده فيه يعني هي دي الأنوسة ومنتهى القوة يعني تبقي قوية وضعيفة في نفس الوقت وانا وضحت شوية من شوية الموقف اللي بتبقى السادتي فيه قوية مع جوزة ولأ يعني لأ وفيه أمور ممكن كتير تعدي بيقولك اشوف موبايلك ليكن وليله تفضل هو قالك اويتي بتقولي له اشوف موبايلك هو رفض انتهى رفض يعني ما ترجعيش تقولي له تاني خلاص ويا ريت يا جماعة من هنا انا من مكاني ده يعني بتسمح حضرات السيدات المتابعات لي بلاش تركزي مع موبايلات جوزك مشاكل بتتبني وبتتخلق بسبب الموبايل بتاع الزوج ولازم أشوف فيه ايه واشمعني انت بتبص في موبايلي يعني انا مش عارفة طرحه هو الناس كلها ثابت الأشغال وتربية الأولاد عشان تنتبه للموبايلات بعضهم البعض يعني اعتقد ده مش حاجة ايفكتب طيب في فقرة اسأل مع دكتور نورة انا كده خلصت موضوع الأنوسة تحديدا او كيف تغضبينا بأنوسة تغضبينا كده بشكل لائق بيك لانك هانم انت مخلوقة عشان متقرمة في كل الأديان فاغضبي بأنوسة وبرقة مش عارف كده ده سوري هو ممكن تغضبي كده وكل حاجة بس في الشارع برا في الشارع لو فيه موقف لازم تبقي فيه راجل هتبقي راجل فيه كمان حاجة انا بنصحك بيها ما تاخديش دور الراجل في الحياة يعني دلوقتي الراجل بيقولك انت هتربي الولاد لازم يشارك في التربية كل حاجة لازم جزيك يشارك فيها انما هتخلي هتطلع انت يعني تاخدي دوره ودورك خلاص ما تزعليش بقى لا تقلو مينة إلا نفسك الراجل نفسه لو لقى كده بيقول خلاص الحمد لله حاجة راحت من على راسي يعني او خلاص انا مش تايل هام حاجة فيبتدي يعمل يقوم راجع وراء خطوة واثنين وثلاثة لحد ما يسيبك خالص في المقدمة سوء بقى طلعي انت طلعي انت تطلع دي وشيلي مسئولية الاولاد لا ربنا خلق كل واحد لدور لما بتشيلي فوق طاقتك بتبتدي تغضبي بتبتدي تزهائي بيبتدي هرمون الزكورة يعلى يا جماعة خلوا بالكم السد اللي بتغضب عمال على بطل هرمون الزكورة عندها عالي على فكرة فتيجي ترجع لموضوع اللي ونوسة تقولك ونوسة ايه اللي بتقوله ده انتو ناس فاي او ناس رق مع ان ده لا غلط غلط يعني لا نهدى كده خلاص طيب هنرجع تاني لفقرة او جزء تاني من فقرة اسأل مع دكتور نورة استكملا للحلقة اللي فاتت انا جبت الجداول كان طريقة عقاب الاولاد لو الكاميرا هنا تقرب طريقة عقاب الاولاد طيب تمام انا عاملة جدول هنا جدول بالمسئوليات اليومية اللي ممكن نكتبها للولد او للبنت وبنحدد المسئوليات اللي احنا عايزينها بنكتبها هنا وايام الاسبوع المسئولية اللي بيعملها او بتعملها في ايام الاسبوع بعمل عليها صح خلاص كده في جدول تاني هنا عندنا ده جدول زمني لتعديل السلوك ما هي السلوكيات الغير لائقة او من وجهة نظر حضرتك اللي شايفها محتاجة تعديل خلاص كده بنقوم كاتبين السلوكيات مع ايام الاسبوع والسلوك الغير لائق بشوفه تقرر كم مرة في الاسبوع او في ايام الاسبوع خلاص كده وفي عندنا جدول تاني هون بيحصر للسلوك المراد تعزيزه او تقويته على المدى الطويل عندنا مثلا زي الصدق الامانة الطاعة الحاجات دي كلها بيمشي بيها كم مرة في الاسبوع يعني يوم استبت سمع كلامي يوم الحد فببتدي اشوف والسلوك ده ازاي بعززه فدي الحاجات دي بتبقى قدام حضرتك بتحطيها على تلاجة بمغناطيس او حاجة بتحطيها في قودة الولد او البنت خصوصا المسئوليات اما الحاجات المراد تعزيزها والخطط اللي احنا بنتكلم عليها لا دي تبقى مع حضرتك وتبتدي تشيكي عليها علشان الدنيا تبقى مظبوطة وواضحة وصريحة قدامك وتشوفي ايه ايه الحاجة اللي احنا هنزبطها معنا خلاص كده انا بالنسبة لي كده لسه فيه فيه كذا حاجة لسه هتكلم فيها فيه الناس خلاص كده انا خلصت الجزئيات دي هنتكلم على تساؤلات المشاهدين يعني ما شاء الله بصراحة اتكلموا معايا في ايه فقرة صحتنا في معلومة عايزين اه تمارين لعرق النسا والانزلاق الغدروفي اه انزلاق الفقرات وقلام اسفل الظهر علاج الفقرات السفلية والتخلص من دهون البطن والارداف فقرة اسأل مع دكتور نورا اه الحقيقة فيه زوجها اكتشفت بعد 15 سنة من زواجها بجزء انه اه زوجها نارجيسي وانا اتكلمت عن فيه حلقة من الحلقات اتكلمت فيها عن الخطيب النارجيسي وازاي نكتشفه عشان ما نقعش في الموقف اللي احنا اللي مفروض نحل دلوقتي فيه المشكلة دي فطيب ده حاجة ان شاء الله هقول حاضر فيه واحدة انا باعتذر لها كل شوية انا زوجي بخيل ما اتكلمتش عالتتعامل مع الزوج البخيل وانا فعلا باعتذر انا بقالي ممكن شهرين ولا حاجة كل شوية وعدها او ثلاث شهور والله فمعلش انا هتكلم برضو عنه ان شاء الله طيب هنا فيه زوج بعيتلي انا بحب زوجتي جدا 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 وكيفه اتعامل مع غضب الزوجة اذا الجزء اللي احنا قلناه كيفه تغضبينا بانوسة استكملا ليه كيفه يمتص الرجل غضب الزوجة ان شاء الله الحلقة الجاية خلاص كده فهنا اول جزء خلاص قلناه اللي هو كيفه تغضبينا بانوسة عشان تلاقي القلب الحنين او هرمونات الانسوية اللي في الرجل الحنية بقى والطبطبة والحاجات دي كلها لما يلاقيكي ايه عندك انوسة مش واحد صاحبه كل واحد عمال يقول حاجة وهي تقول لا انا هعمل اللي انا عايزاه وهو فيه يا جماعة يحس ان واحد صاحبه على القهوة هو اللي عايش معاه في البيت فانا بكده الحقيقة يعني انا سيتقولكم على حاجة قبل ما اختم الحقيقة النهاردة اول حلقة في الموسم التاني لبرنامج صباح الحياة على قناة الصحة والجمال انا سعبت بكم جدا وتابعون ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس المعت فالى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة